إجراءات لجلة دعم الدينار والبنك المركزي متواصلة بهدف خفض سعر الصرف توسيع دائرة الحوالات الخارجية وتسهيل إنجاز معاملات التجار وتخفيض الرسوم الضريبية قاد إلى إقبال واسع على القنوات الرسمية للحصول على الدولار ما أسهم بخفض سعره بالسوق الموازية اليوم لجلة دعم الدينار نجحت أن تحول جميع أغلب التعاملات في السوق العراقي إلى الدينار العراقي وبالتالي امتناع أغلب التجار عن التعامل بالدولار الذي يصب في مصطحة أنه دعم الدينار العراقي يبقى موضوع الإقبال للتجار حقيقة أعتقد أكو عائق مهم اللي هو الإجراءات الضريبية وجه سيد رئيس الوزراء بتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات نحن مستعدين لتلبية كافة الطلبات أبوابنا مفتوحة المصارف العراقية أيضا مفتوحة وسعنا عمليات قبول العملات المختلفة مثل اليورو وليوان الصيني زيادة وتنويع التعاملات بالعملات الأجنبية ودعم المصارف الملتزمة بحزم التوجيهات الخاصة بالتداول المال الأجنبي إجراءات يؤكد المركزي العراقي تكثيفها بالبرحلة المقبلة بما يضمن خلق استقرار بسوق العملة ويدعم التعامل بالدينار داخليا ويؤمن حركة البضائع ومصالح التجار العملة المحلية لكل دولة تمثل سيادة فعلينا جميعا أن ندعم الدينار العراقي وحقيقة شاهدنا توجه كبير جدا لدى رجال الأعمال والتجار في الالتزام بدعم الدينار العراقي نتائج توجيهات لجنة دعم الدينار والبنك المركزي بدت واضحة وفق مختصين الانخفاض بأسعار الصرف يؤكد نجاح تلك التوجيهات حزم وإجراءات جديدة ستتخذ الأيام المقبلة من أجل دعم الدينار وخفض سعر صرفه أمام الدولار من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية